لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الاشعارات لتتوصل بجديدنا دائما بالنسبة للعملية الاملية المهنزة تحت الى الشارعة المهنزة تحت الى الشارعة المهنزة الأكتب فيındaki كاتب الاشتراك واحد زا تتسعة عشر والسبعة سبعة عشر كتبوا السبعة احتفاظ بالواحد واحد زا تسبعة تمانية والستة اربعة عشر كتبوا الاربعة احتفاظ بالواحد واحد زا تتسفر واحد ثمانية زا تتلا شاك انا الان ہےه المجموعة هو 814704 إذن بالنسبة للعملية الثانية 138,397 زائد 50,676 زائد 7 13 اكتبوا 3 احتفظوا بالواحد واحد زائد 19 و7 17 اكتبوا 7 احتفظوا بالواحد واحد زائد 445 زائد 6 11 اكتبوا الواحد واحتفظوا بالواحد واحد زائد 3 4 0 زائد 5 5 0 زائد لا شيء 0 8 زائد لا شيء 8 3 زائد لا شيء 3 1 زائد لا شيء 1 إذن 154 1137 إذن بالنسبة للعملية الثانية 13417 ناقص 13719 إذن الخارج هو 19698 بالنسبة للعملية الثانية إذن 4263 ناقص 1908 إذن الخارج هو 25565 إذن بالنسبة لهذه العمليات اللي عدنا هنا هي 4707 ناقص هذه العمليات اللي عدنا في الجمع هنا سوف نصيب هذا الأولى اللي بين قوسين وفاش نحسبوها عد نطرحوها من هذا العدد هذا نفس الشيء هنا سوف نصيب العمليات اللي داخل القوسين عمليات الطرح وفاش نلقاه الخارج ونزيده على هذا العدد الأول إذن العمليات الأولى إذن 13049 زائد 4083 إذن الخارج هو 17132 هذه الثلاثة وأربعون ألف اللي هو سبعون سوف نقصها من هذا العدد اللي القيناة هنا سوف نقص منها هذا العدد اللي القيناة هنا اللي هو 171032 إذن الخارج هو 25938 إذن 1721 ناقص 7979 إذن الخارج هو 9042 أخيرا 23074 زائد هذا العدد اللي القيناة هنا هو 9042 إذن المجموع هو 32116 إذن بالنسبة لتمرين 11 إذن اشتراب كمية من الزيتون إذن الكمية دية الزيتون بـ 89783 درهم ونقلها إلى المعصرة بواسطة شاحنة كلفته إذن تكلفة دية النقل هي 385 درهم وبعد استخلاص الزيت تم بيعه إذن فش خارج الزيت باعه لثلاثة زبنة إذن الأول بـ 87548 الثاني بـ 4860 والثالث بـ 296 درهم إذن السؤال وأحسب الربح الذي حققه البائع الزيت علما أن عمليات الطحن كلفته 1329 كمية كمية دية الزيتون إذن اشترها بـ 9783 درهم كلفة النقل باش جاب هذا الزيتون هذا هي 385 درهم إذن باعه للزبون الأول 7548 الزبون الثاني 4860 والزبون الثالث 2096 وكلفته عملية الطحن إذن الكلفة دية العملية دية الطحنية 1390 درهم إذن سنحسب التكلفة هي الأولى ثم الثمن البيع لهاد الزبنة بـ 3 إذن التكلفة فش حسبنا هنا ثمن دية الشراء دية الزيت الزيتون كذلك التكلفة دية النقل وتكلفة الطحن إذن المجموع هو 11558 بالنسبة لهذه أولى الزبناء الثلاثة اللي باع لهم إذن المجموع ديال هذا الربح اللي حققوا من هذا البيع ديال لهذه الزبناء الثلاثة هو 14504 إذن الربح اللي بغينا نعرفه الربح الذي حققه هذا الشخص سنضير هذا الشيء اللي يباع ناقص هذا الشيء اللي يخسر إذن 14504 ناقص 11558 إذن أربعة ناقص ثمانية لا يمكن نتسلفوا عشرة ونردونا إذن أربعة عشر ناقص ثمانية هي ستة سفر ناقص ستة لا يمكن تسلفوا عشرة إذن عشرة ناقص ستة أربعة خمسة ناقص ستة لا يمكن خمسة عشر ناقص ستة تسعة أربعة ناقص اثنان اثنان واحد ناقص واحد سفر إذن الربح الذي حققه هذا الشخص هو ألفان وتسعمائة وأربعة وستونة دير هامان إذن بالنسبة للتمرين اثنى عشر ونشئه وثلاثا في كلين من الحالات إذن الحالة الأولى أب بيك يساوي سبعة سنتيمتر بيس يساوي خمسة سنتيمتر واسي أ تساوي أربعة سنتيمتر إذن الي لا رأي نحسب الضلع الأول آه في بيك يساوي سبعة دير سنتيمتر ثم نديد ذلك اللي شعف الان stack على بيس ي وخمسة سنتيمتر وانا نحصل على الخمسة للأوالثالث رأي Negativeagna ك 결국 لتساوي ربع سنتيمتر تساوي أربعة سنتيمتر كالل تساوي 4 سنتيمتر كالل تساوي 5 صفر خمسة سنتيمتر والزاوية كا تساوي ثلاثون درجة اذا غادي ناخدو الضلع الاول كال ربعة سنتيمتر غادي نحدد الزاوية اه 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 هنا هي ثلاثين درجة وغادي نحصل على الضلع الثالث الام هو اه اه اللي مع هادو مع طوه الناشط دعونا فقط هالضلع هذا وهالضلع هذا والزاوية وبالتالي نحصل على هاد المثلات هذا اذا بنسبة للحالة الثالثة او اف الضلع كي ساوي 4.5 سنتيمتر وهاد الزاوية اين او اف خمسين درجة اذا بنرسم هاد الزاوية الولى والزاوية الثانية والتقاطع لها الضلعين هادو كي يعطيني هاد النقطة هاده هي الجي وكننحصل على هاد المثلات بنسبة للسؤال الاخير او الحالة الاخيرة اضي كتساوي اصي كتساوي 6 سنتيمتر و الثانية 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 ال� سوف نرسم الضلع بالمثلات نرسم الضلع القائمة و نحدد الضلع في 6 سنتيمتر و نرسم الضلع بالضلع لانطلقا من الضلع قمنا بإنشاء الضلع الثالث و حصنا على المثلات بالنسبة لتمرين 13 نرسم المثلات A-B-C متساوي الساقين في النقطة A نرسم المثلات متساوي الساقين في النقطة A نرسم المثلات متساوي الساقين و نرسم المثلات متساوي الساقين ثم نرسم الضلع التاني يكون نفس المثلات قائمة مع هاد الضلع هذا حيث قالوا لي نفس متساوي الساقعين اذا هل فلانك نحصل على هاد الضلع هذا وهاد الضلع هذا غادين نحصل على اضلع بين وهي c وبالتالي فالمثلات سيكون عندي على هاد الشكل هده هذا a b c مثلات متساوي الساقعين في النقطة a السؤال ثاني ما هو قياس زاوياتين بين و the c اذا هاد الزاوية هذي وهالزاوية هذي نعرف مجموع قياس زوايا المثلج هي 180 ضرر مجموع ثلاثة يساوي 180 ضرر ونعرف مجموع ثلاثة يساوي الساقين يكونون متساوي زاوية A زايد زاوية B زايد زاوية C تساوي أن هي الزاوية A زايد المجموع ونعرف مجموع ثلاثة يساوي أن هي الزاوية إذن A B C زايد A C B تساوي أنها جوج A B C يعني جوج من B أو جوج من C هذه زايد هذه إذن الزاوية A تساوي لي 78 ضرر زايد جوج من هذا هذه زايد هذه تساوي لي 180 ضرر إذن جوج A B C تساوي لي 100 ضرر إذا نقصنا 78 ضرر و 78 ضرر إذن جوج ديال الزاوية إذا جمعتهم بجوج بشيء يطلوني 100 ضرر خاصة كل الزاوية تكون القياس ديالها هو 51 إذن 51 ضرر تساوي 102 إذن وبالتالي فقياس هذه الزاوية هو 51 وقياس هذه الزاوية هو 51 إذن كنت أتأكدون نأخذ المين قالة ونتأكدون بها أفضل نتفشي ما تلاحظون هذه الزاوية 52 جاءتنا هنا الزاوية 51 أفضل واحد وخمسون إذن هذه الزاوية هذه وهذه الزاوية هذه لهم نفس القياس إذن إلى هنا نكون قد نتاهينا من تمارين 10 و 11 و 12 و 13 نكمل الجزء الأول في هذا المقطع هذا إذن في الجزء الثاني نحاوله نكمله مع تمارين 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 16 باش ما يكونش الفيديو طويل بزاف عليكم إلى اللقاء